إيران تورط نفسها بسبب أنشطتها في البحر الأحمر تحذير إسرائيلي أطلقه وزير الدفاع بني جانس الذي عرض صورا للأقمار الصناعية تظهر أربع صفح حربية إيرانية تقوم بدوريات في البحر الأحمر جانس وصف إيران بأنها تهدد وتهديد للاستقرار وكشف أن إسرائيل حددت في الأشهر الماضية أهم وجود عسكري إيراني في المنطقة بدوره حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي ياير لبيد من أن إسرائيل لن تغض النظر عن تسليح إيران لحزب الله بالصواريخ والمسيرات مسؤول إسرائيلي حمل حزب الله مسؤولية حرمان لبنان من ثرواته وقال إن الشركات تحجم عن التنقيب بثروات لبنان البحرية بسبب حزب الله حقاق أن إيران تنتهك الاتفاق وتستمر بتطوير برنامجها النووي إيران تخفي المعلومات عن العالم وتخصب اليورانيوم في نسبة تتجاوز النسبة المسموحة بها وقد أزالت الكاميرات من مواقعها النووية والعالم يجب أن يستجيب